أنت نفسك اختبرت الحزن واختبرت الألم ولسيما فقدت زوجتك نعم وفقدت ابنك ابنك شاب نعم تفضل أنا مش عاوز أتكلم عنك أنت احكي لنا وكيف اتغلبت على هذا الموضوع يمكن بساعد ناس اللي عم بشاهدونا صحيح وأنا في خدم الخدمة ومعركة الحياة ومواجهة الصعوبات والألام لا يوجد ألم يقض مضجع الإنسان سوى الموت والفراق نحن نؤمن بالقيامة ونؤمن بالرجاء المبارك بربنا يسوع المسيح الذي داس الموت ودان الخطيئة بالجسد لكي يتم حكم النموس فينا فعندما غادرت زوجة العزيزة وانتقلت إلى الأمجاد السماوية أنا ما بحب بقول كلمة مات انتقلت إلى الأمجاد السماوية بعد خدمة ما يقارب 37-38 سنة كانت اليد اليمنى والعاملة ليلا ونهارا في خدمة الإنجيل وكانت معي في كل أطوار الحياة وألامها وصعوباتها وأيضا لا أغالئ انت كنت أقول وشذف العيش لكن الرب كان معنا وكانت السماء في قلوبنا وقلوبنا في السماء السبب لأن يسحي فينا ونحن نعيش الرجاء المبارك فتركت فراغ رهيب جدا لكن من الوجهة الأخرى كان لي سرور وفرح إنها في الأحضان السماوية تتمتع بالأمجاد الإلهية التي لا تنقطع وهي في الفردوز منتظرة أن يعبر المسيح إلى الذين راقدوا على رجاء القيامة المجيدة كما يقول رسول أمم بولوس نحن لا نسبك الراقدين لكن نتغير في طرفة عين عند البوخ الأخير فيقام الأموات عدمي الفساد ونحن الأحياء نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح لكن الكأس المر والحنظل الذي تجرعته بألم بإمكاني أن أقول مر المرار هو فقدان ابن الوحيد أنا عندي ثلاث بنات جولي وجيسي وجريس جوناثان الرب أعطني إياه اسمه يوناثان عطية الله فقدته في ريعان الصبع وشرخ الشباب أعتذر كان مصاب أليم وهذا المصاب الجلل كان قفزة نوعية عندما لم أستسلم له ولم أخنع ولم أركع أمام هذا المصاب لكن وجهته بإيمان ربنا يسوع المسيح رئيس الإيمان ومكمله ورب القيامة وإله الحياة والرجاء الذي ينضح في كياني هكذا وجهت هذا الألم بالرجاء المبارك أن يوم من الأيام سأقابل يوناثان على سحاب المجد وسأراه في أحضان الألوهة وجهاً لوجه فأنا أخ نزار كنت معه ستة أشهر في المكسيك وسخنت في الكوفيد المرض وقربت الموت ولم يتركني لحظة جاء بخمسة أطباء أخصائيين كل واحد منهم بروفيسور إلى البيت كنت أعالج في البيت ولم يرضى أن أذهب إلى المستشفى وكان معي ستة أشهر لم يخرج من البيت كنا نصلي نرنم وطلب الرب من جديد هو كان طالب الرب لكن بتعرف بعمر الورود جاء إلى أمريكا كان عمره سبتعشر سنة وعندما انتقل كان عمره تسعة وثلاثين سنة ف هذا الذي يعزيني أن ابني الحبيب تألم وحملت هذا الكأس وشربته حتى الثمالة لكن كانت تعزيات الروح القدس وأمانة الرب وصلوات القدسين الأفاضل في كل أقطار العالم الذين يعرفونني رفعوني بالصلاة وبالمشاركة معي في هذا الحزن المطبق وأنا أشكرهم على هذه الشاشة الكريمة لكل من وقف بجانبي وصلى من أجلي فبهذه التشفعات أنا أقف اليوم وأعز من جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر